السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامدي هالنهار شاء الله نقدموه للموضوع بناء على طلبكم وهو واحد السيد تصل بي في كومنتر و قال لي باللي را عندو البرغوت في الارانيب ديالو انا جاوبته و اعطيته الحل و قلت انني عندي لكم الفيديو باش نوضح الامر بالنسبة لهذا الموضوع انه كيقول هالسيد باللي ان البرغوت كين عندو في الارانيب ديالو في الحقيقة الارانيب مكيجيهمش البرغوت تماما ما كينتش كلمة برغوت في الارانيب كين ان امراض يجيهم بزاف كين نبحث في هذه القضية هالي انا ما عنديش هذا المشكل هادا و سولت الناس اللي عندو ديالاية بهذا الموضوع انه كيجيهم البرغوت المشكل فين كيكون كيكون ماشي في الارانيب ولكن اما عند هاد سيد اللي عندو البرغوت اللي وصل حتى الارانيب را مشكل انه البرغوت خيب من كيجي الحيوانات البرغوت الاساس ديالو كيكون فين كيكون في القطعة و الكلاب اعزكم الله و كيفش كيجي كيجي من الفضلات ديالهم الفضلات ديالهم يلمشي تابقوا كي تمرغدوا في الفضلات ديالهم عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوت اذا ما هو الحل الى كان عندنا البرغوت اما في الارانيب ديالنا او في الحيوانات ديالناس ما هو الحل الحل وهو كالتالي كاين ثلاثة ديال العناصر كاين الماء يكون واحدة سطل ديال الماء و كاين العنصر اذا العنصر التاني وهو مسحوق ديال الغسيل مشي من لابد ما تكون هاد العالمة تجارية و انما اي علامة تجارية المهم انه يكون مسحوق ديال التصبين هذا هو العنصر التاني والعنصر التالي هو كيما كتشوفوا معايا الرماع الرماع وهو من كيكون عندكم شي يعني شي مجمرة بحال هادا و كتديروا فيها الفاخر و كتشويوا به كيبقى هاد هاد الرماع هو ديال بحال هكا هذا الرماع هذا هو العنصر الاساسي اللي كيحييز هاد المشكل ديال البرغوت اذا الطريقة هي كالتالي اول حاجة نجيبو سطل ديال الماء و يكون متناص بحال هادا السطل هادا انتم ممكن ما كتشوفوه و كين ببسيد تديروا واحد الكمية ديال ببسيد ثم هاد الطريقة يعني و كتتتخلطوه بهالطريقة هادي كيطلق الرغوة ديالهم زيان ها اشتركوا انتم انتم راه دفاع طارق هاد الكشفوشة هادي هاد الرغوة هادي راه مفيدة بزف الثالث عنصر وهو الرماد هاد الرماد ثم ضروري انكم تجيبو هاد هاد الفرسيت اللي كيكون فيه هكا تاخدوا واحد الكمية هكا 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 تشوفو كي تخلط معا درا طارقة مجربة من عند الناس الاقدام هم اللي يعني انا سولت كين دوا ديالبرغوت عادي كين دوا في الفرماسيان وتو فعل ولكن هاد طارقة هادي كانوا كيستعملوها للناس القدماء اكثرية في الجيش يعني اي حيوان مصاب بالبرغوت هاد طارقة هي الطارقة المتلاقة يعني كتخلطوا هادتي Shell ومعليكم إلا تجيبود ال gedaan بيالكم وكتغطißtوه في المحول هادا يعني غيك كيتغطس هاداك البرغوت كله منك كي كيشوف هنا المحلول هادا جاه كله يعني كيولي البرغوت كله كيبقى قف هاد في هادى محلول كيبقى فهاد Quiبقى ف هادا المهادا ممكنش أنه يلا تغطس الأرنب بهذه الطريقة بحالة كأنه يطلع وبقي فيه البرغوت وقالوا هاد المحلول هذا بحل ينقولوا واحد لاسيد لي كيدموا بهذاك البرغوت وذاك البرغوت كراك يبقى في هذا الماء يعني هذا الماء حاولوا أنكم تحفروا واحد الحفرة مثلا وتكبوه فيها لأنه وتبعدوه على الدار ديالكم لأن هذا المحلول هذا كيبقى في هذا البرغوت يعني ما حاولوا أنكم لا تقصوش بيدكم يعني ديروا واحد اللي قادة الطبية ما غالينش بزاف شي كيدروا شي تلا سدرها ملا ركبوهم في اليد ديالكم ما كانش ديروا مثلا غي ميكا واحد ميكا تخشي فيها ليدين ديالكم ومنين تغطسو الأرنب هكا تحاولو تغطسوه كامل يعني سيبقى غير الرأس ديالو لا 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 الأكسرية الأدوني ديالو العينين هادو كحاولو ما تقربوهم مش ولكن الأرنب كامل كيتغطس بأكماله في هذا المحلول هذا كيبقى وحد ينقولو خمس دقائق ديروا واحد كرونو قدامكم وخليه واحد خمس دقائق منين تشوفو صفي يعني دكش المكونات بدت كتخدم لان البرغوت غدي تشوفوه قدام عينيكم لان غدي تلقاو واحد الحشرة طالعة فوق هاد المحلول هادا حاولو غي ما تقيسوش بيديكم لان غدي تلقاوه فيه العنصر الرئيسي وهو العملية هو الرماض الرماض راه شي حاجة اللي مؤجزة في حقيقة انا تجربة دارالي واحد سيد قدام عيني صح دارها فتجاج هو يعني راقبنا ان هاد البرغوت ما كيبقاش بتاعة كنظن ان الفكرة وصلتكم اذا ثلاثة العناصر هو ماء السطل مملؤ بالماء تيد احنا كنقوله تيد ولكن وفحقها مسحوق كما بغي يكون مسحوق اما قاعد جميع المساحق كتديروا واحد الكمية مسحوق للغسيل اللي هو عبارة عن قبرى كتديروا واحد الكمية شحال ما كانت هذيك الكمية غير مهم انها ترغوي بحال هاد الرغوة بحال هكا منين تترغوي حاولوا تديروا واحد الكمية ذي الرماض تخلطوا الخالي الكامل وتحطوا تغطسوا الارنب او الدجاج او اي حيوان فيه او مثلا الكيلاب ديروا تهو واحد البانيو كبير تهو الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوت تهو تخدم الخيطات كذلك المهم ان الوصفرها مجربة الناس اللي عندهم برغوت ميقاش خافهم من البرغوت ان شاء الله هذا هو الدواء دياله يعني الوصفة مجربة الحلقة ديالنا راسلات تشاركوا معنا في القناة وتكيوا على زر الجام باش تسندونا وتكيوا على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة